الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ثم أما بعد مستمعي الكرام بعد أن وقفنا على مفهوم النبي ومفهوم الرسول وكذا العلاقة بينهما يطيب لنا الآن أن نقف على جانب آخر من جوانب هذا الدرس وهذا الجانب إنما يتعلق بالإيمان بالرسل ويطيب لنا أيضا أن نرفع سؤالا يحتاج إلى الجواب ما الكيفية التي يتحقق بها الإيمان بالرسل أو بعبارة أخرى كيف يتحقق الإيمان بالرسل يتحقق الإيمان بالرسل بعدة أمور في أولها الإيمان بأن الله تعالى بعث إلى خلقه رسلا يعني أولا على جميع العباد أن يعترفوا وأن يقروا في قرارة أنفسهم بأن الله هو الذي تفضل عليهم بأن أرسل رسلا هؤلاء الرسل قد وصفهم ربنا تبارك وتعالى بقوله رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما الآية القرآنية الكريمة وقفت بنا على الحكمة من بعثة الرسل لتقول إن بعث الرسل إنما لأمرينه البشارة والإنزار لماذا يا رب؟ لألا العلة من ذلك حتى يقطع على العباد طريق العللي بأنهم لم يرسد إليهم رسلا لأن الله عزيز حكيم يضع الشيء في موضع يتحقق الإيمان كذلك بأن أول الأنبياء جميعا اعتقادنا بأن أول الأنبياء هو نوح وآخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم وعلى العباد جميعا أن يؤمنوا بأن أول الأنبياء هو كآخر الأنبياء هو كآخر الأنبياء في المكانة والمنزلة أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ الله تبارك وتعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم يا محمد أنت آخر الأنبياء والمرسلين فقد أوحينا إليك كما أوحينا إلى أولهم وهو نوح عليه السلام ثم تتابع الوحي حتى جاء جبريل إليك يا محمد أيضا يتحقق الإيمان بالرسل بالإيمان بأن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى بن مريم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم وهم أولو العزم من الرسل لماذا سموا بأولو العزم من الرسل؟ لأنهم قد لاقوا من أقوامهم ما لا يتحمله بشر والقرآن الكريم شاهد على هذه المواقف التي تؤكد على ما وجدوه من تعب ومشقة وعناء في سبيل توصيل رسالة الحق إلى أقوامهم أيضا يتحقق الإيمان بالرسل باعتقادنا بأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءت حاوية شاملة جامعة لكل الفضائل والشرائع التي جاءت بها الأنبياء والمرسلون من قبله الله تبارك وتعالى بيّن أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الخاتمة ومع ذلك مجتملة على كل ما جاءت به الشرائع السابقة أيضا يتحقق الإيمان بالرسل بإيماننا بأن جميع الرسل بشر وليس ملائكة بشر وليس من الجن بشر يأكل كما نأكل ويشرب كما نشرب ويتحرك كما نتحرك لماذا حتى يكون الأخذ عنهم سهلا ميسورا وحتى يحسهم بأقوامهم ويحس بشرع الله تبارك وتعالى إذ لو كان البشر إذ لو كان الأنبياء والمرسلون ملائكة لما أمكن للبشر الأخذ عنهم إن ذلك من أهم خصائص الربوبية الله تبارك وتعالى يرسل رسلا من جنس البشر ويقول في حق محمد صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم النبي من جنسهم ومن أنفسهم ومن أنفسهم فالنبي من أعظم الناس وهو أيضا من نفس البشر كذلك يتحقق الإيمان بالرسل بالإيمان بأن الله تعالى قد ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى الناس كافة يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والحق تبارك وتعالى يقول في حق محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكذلك يتحقق الإيمان بالأنبياء بإيماننا بأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده وأن الله تعالى لا يقبل من أحد دينا سواه يقول تبارك وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الله تبارك وتعالى جعل شريعة محمد هي الخاتمة وأنه صلى الله عليه وسلم قد جاء بدين يشتمل على الأديان السابقة ولا يقبل من بشر دينا سواه كذلك يتحقق الإيمان بالأنبياء والمرسلين بإيماننا واعتقادنا بأن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بجميع الرسل نعم النبي يؤكد على هذه الحقيقة حيث يقول الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد فمن آمن برسول منهم يلزمه حتما أن يؤمن بالجميع ومن كفر بواحد منهم لا يقبل منه دينا حتى يؤمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويزعم بأنه مؤمن به متبع له أي على هذا الذي يزعم ذلك أن يقر ويعترف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أخيرا يتحقق الإيمان بالأنبياء والمرسلين بتكملة أساسية وهي الإيمان بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ومن ادعى النبوة من بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر لماذا؟ لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولذلك يبطل ادعاء أولئك الذين يزعمون كذبا وزورا أنهم أنبياء وأنهم رسل في هذا الزمن الذي نعيش فيه إذن هذه النقطة الأخيرة ترد ردا جازما على أولئك الذين يزعمون بأنهم أنبياء وأدعياء النبوة كثر في كل جمال وفي كل مكان ولكن الله تبارك وتعالى أبطل اعتقادهم وأبطل فعالهم ترجمة نانسي قنقر